موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لباتاسيو 500 غرام شوكرة أبيض 4 مقبار غليكوز 4 أوراق جيلاتين 400 غرام سكر سبيسيال مزيناء أو دقيق الدورة بالنسبة كما تلاحظوا الشوكرة الأبيض 500 غرام ضروري يكون جديد يعني العناصر كلها ستكون جديدة في الأول نرطب جيلاتين وهنا نضع الشوكرة في حمام مريم اللي سنخدمه الباتاسيوك فوق النار مهيلة تبعوا معي المراحيل المهم المقادر ستكون جديد لا السكر غلاسي ولا الشوكرة أو أي شيء نخدمها كما تشوفوا داب لدي شوكرة فوق النار هادئة نضيف ربعات المعالقة الجليكوز كما تشوفوا بالإضافة إلى جيلاتين سنحرك ملعقة العود نحرك خليط خليط كما تلاحظوا فوق النار حمام مريم وأنا يعني نختم كما تشوفوا يعني نقص النار هادئة نضيف سكر سبيسيال كما قلت لكم كل شيء يجب أن يكون جديد يعني شوكرة سكر كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا نقوم نخلطه مزيان وهي تجمع لنا العجين كما تشوفوا بهذه الطريقة هادئة إلا ما جمعتش لكم ممكن نضيفوا قليل من النشا مزينة يعني دقيقة النشا كما تلاحظوا يعني نخلط العناصر كاملة بهذه الطريقة هادئة مزيان ونحرك حتى نحصل على عجين متماسك كما قلت لكم إلا ما جمعتش لكم لابتا سكر ضيفوا لها قليل من النشا مزينة كما تلاحظوا ها هي جمعت لنا العجين نرش دائما طويت العمل بمزينة أو لب دقيقة دورة ضروري في كل مرة هنا نضيف شوكولة باللون الأصفر اللي أنا محتاجة في اللوتام كما تلاحظوا كما تلاحظوا نرش بشوية بشوية ونخلط وكنتلك وانا كنشوف اللون اللي غادي يعطيني حتى نحصل اللون الأصفر كما تلاحظوا العجينة بشوية بشوية سخونة ولكن نرطبها بشوية طريقة وانا كنرش دائما ميزينة نجيب مدلك وغنبسطها هنا بوسط هاد المملاسة اللي خاصة بالباتاسيك وكت يعني كت مزيانة يعني العجين ديالنا بش كيتبتل لباتاسيك فوق الكيك هنا كنعمل أشريطة على حسب الفوسسان اللي غادي نعمل يعني الفوسسان اللي غادي نخيط يعني لابخانسيس بيل عندها هاد شكل ديال درابي فلاجو كنخدم يعني هادو كل الآلات اللي كنستعملوهم يعني باش كنتبتوا العقيق ممكن ما يعني تبتوا ما غير بديكم للإشارة هادو كل الأشرة اللي استقتمرا بيدون أي حاجة اللي بيدون أي حاجة يعني لغليكوز وللتا حاجة كي لسقودي يعني مباشرة هنا كنزين بفراشات هنا عدنا لابوبي ديالنا أنا ما غنديرش لها رجلين غادي نغطيها كما كتلاحظو بالسلوفان من التحت يعني الجهة اللي غندخلها أنا في الكيك أنا ما عملش طبقتين باش هادو نعمل لي رجلين اللي غادي متلا غادي تستعمل لي رجلين دياله بجي وقفة أكتر ممكن استعملوا طبقتين من الكيك حتى هو تجي منظر رائع هنا كن بلا باتاسيك راني كنلبسها كنفصل لها كسواتي هنا غادي نحفر يعني ديك الواسط اللي كن نحفرنا من قبل كما كتلاحظو كندخل لابوبي ديالي أو لدوميا وهنا كنكمل تزيين بلا باتاسيك كنحتافظ بالقليل من لاباتاسيك الأولى يعني بدون ملوين بالأبيض كما كتلاحظو على شكل يعني دوائر بحل العقيق كنكتب حتى الاسم كنبقى نزيين بالعقيق حتى كنكمل وبالأشريطة هنا كي بقال الاختيار على حسب اللي حبيتو في التزيين كما كتلاحظو ركيل سقلي يعني لاباتاسيك كتلاحظو بدون أي حاجه يعني كل أشريطة يعني كتبتوهم كيلسقو لكن نخدم يعني ديموتيف هكي هيا كنحاول نجيبها بحل الكسوالي غادي نخيط لابخانسيز ديالنا صغيرة لان فيها درابي وفيها يعني هذك الفخانس شوية يعني ما ما ديش نكتر الفخانس اذا هذك علشكل رجوب كي جي فيها تايا علشكل الفخانس ودرابي كنبقا نخدم كما قدشوفو هدا ملمع كلمع هذوك الفراشات اللي كنت للسقط يعني انا خدمت تحت الفراشات كما قدشوفو ها الكيك ديزاين دينا واجدة كانت من الفيديو الاول والتاني يعجبكم شكرا لكم والى اللقاء